أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مكوّل قراءة إهلية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي وفي آخر درس من مصهوغة التنمية الذاتية والتواصل واللي هو نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة وباش نتعرف على موضوع هذه الحلقة هذه نشاهده جميع هذا تقرير اللي كي بل على الشاشة نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة في سنوات الأخيرة عرفت مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة بحل هاتف النقال لحسب الألواح الإلكترونية وغيرها من الوسائل اللي كانت سيعملوا في الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات والحصول عليها وعرفت تطور انتشار وصبح الإقبال عليها مزايد بزاف الضرجة مبقى حد قادر يستغناء على الخدمات ديالها وتزادت أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة حيث اعتمدت عليها كل دول العالم ومنها المغرب في تقديم الخذبات وتسير العمل والتعليم عن البعد وغيرها من مجالات الحياة وبالرغم من الخدمات والمنافع اللي كانت حققها هذه الوسائل إلا أن عندها مخاطر وضرر رصحة الإنسان إلا ما عرفش كيفاش التعامل معها بحيث اللي كان لحظه إدمان في استعمال هذه الوسائل خاصة الهواتف الدكية شيء اللي كان عكس سلباً على القدرات العقلية والجسدية ديال المستعمل وعلى علاقته بالأسرة والمحيط إذن من خلال هذا التقرير هذا نشوفه شكو يقولنا عليش كيتكلم هذا التقرير نشوفه إلياس تفضل إلياس التقرير أستاذ كان كيتكلم على وسائل تكنولوجيا الحديثة إعلان إلياس نشوفه شكو يكون عنده شيء إضافة نعم تفضل فاتيحة نعم أستاذة تقرير تتكلم على أهمية التواصل بالوسائل التكنولوجيا الحديثة جيد فاتيحة إذن موضوع الحلقة دياليومة وثلاثة الحلقات المقبلة إن شاء الله سيكون هو نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة كما يظهر على الشاشة نطلب من إلياس يعود يقررنا العنوان تفضل إلياس نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة بالتكنولوجيا بالتكنولوجيا الحديثة جيد إلياس وفي هذا الموضوع سيتمكن المتعلم افتساب مجموعة من المعارف والقدرات والمعهارات اللي بها سيستطع يتعرف على بعض الوسائل التكنولوجية في التواصل ويتشبع بالأخلاقيات وقيم التواصل الإيجابي عند استعمال وسائل تكنولوجية هذا بالإضافة إلى التعرف على ضمائر جمع المنفاصلة باش نوضفوها في تعبير الشفاهي والكتابة ديالنا ونزيد ونغنيو بها تعلمات ديالنا وهذه الأهداف هذه هي اللي قد ظهر أمامنا على الشاشة تنتبهوا معايا ونطلب من الخديجة تقرحنا تفضل خديجة الأهداف الخاصة جيد معرفة 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 بعض وسائل التكنولوجية في التواصل في التواصل التشبع تشبع بالأخلاقيات وقيمة وقيم 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 التواصل التشبع بالأخلاقيات وقيام التواصل الإيجابي الإيجابي عند استعمال الوسائل التكنولوجية اكتساب قواعد لغوية متعلقة بضمائر الجمع المنفصلة والتواطح وتوظيفها في تعبير الشفاهي والكتاب جيد خديجة إذا نعود نقرأ لكم الأهداف الخاصة الهدف الأول هو معرفة بعض الوسائل التكنولوجية في التواصل الهدف الموالي هو التشبع بالأخلاقيات وقيم التواصل الإيجابي عند استعمال وسائل تكنولوجية والهدف الأخير هو اكتساب قواعد لغوية متعلقة بضمائر الجمع المنفصلة وتوظيفها في التعبير الشفاهي والكتابي وده بغا نتقلوا الأول نشاط تعليمي عندنا اللي هو الاستكشاف وبالضبط النشاط أتهيئ وكنتلب منكم باش تشاهدوا معنا هات الصورة اللي كتظهر على الشاشة إذن شوفوا هات الصورة هادي ونشوفوا عليش كتعبار إذن خديجة استعطينا الملاحظة ديالك إذن تفضل خديجة وقلنا عليش كتعبار هات الصورة هات الصورة كتعبار عليش كتعبار في القرى الأرضية ضايرا بيها بزرد الأجهزة منها الهاتف النقال والكاميرا والحركة جيد خديجة نشوفوش كولي عندوش إضافات فضل سلمة هات الصورة تتعبار الوسائل تكنولوجيا اللي تنتواصلوا بيها اللي ولينا كانتواصلوا بيها ففعلا بحكم تطاول تكنولوجي الإنسان صبح كتواصل بوسائل تكنولوجية حديثة مختلفة كيف ما كتلاحظوا على الشاشة منها عدنا الهاتف النقال عدنا كذلك الحاسوب المحمول وعدنا الحاسوب المكتبي بالإضافة الأجهزة أخرى إذن تقلوا لمشاهدة الصورة الموالية اللي كتظهر على الشاشة كذلك نعطيه عليا شكتعبار إذن نشوف هاد المرة عبد الحق اللي كتابعنا عن بعد تفضل عبد الحق نعم أستاذ هاد الصورة كتعبار على بزاف ديال ديال دايرن به وسائل تواصل اجتماعي تكون وادة تكون الشخص يعني واحد الشخص اللي دايرن به واحد الشخص دايرن به مجموعة ديال وسائل تواصل اجتماعي تبارك الله عليك عبد الحق فعلا هاد الصورة هي كتعبارنا على شخص محاط بوسائل تواصل اجتماعي اللي ولينا كان تواصله بها بحال بارد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي دا نشوفه هنا إلياس يمكن عنده شي تدخل نعم تفضل إلياس أستاذ أنك اللحظ في الصورة أن الإنسان اليوم أقول لك يعيش في عالم التكنولوجيا بجميع الأنواع ديالها بالفعل إلياس تطور التكنولوجي سيطر على حياة الإنسان والتي الوسائل التكنولوجية تحط بنام كل نواحي وفي كل وقت وحين الآن تقلوا إلى النشاط الموالي واللي هو أسمعوا وعدنا هذه الجملة هنا إذن نقرأها لكم لنتواصل بالتكنولوجيا الحديثة من أجل حياة أفضل نعود نقرأ لنتواصل بالتكنولوجيا الحديثة من أجل حياة أفضل إذن نشوفوش كل عاود يقرأنا العبارة نعم تفضل إلياس عاود يقرأنا لنتواصل بالتكنولوجيا الحديثة من أجل حياة أفضل جيد إلياس وشنو فهمتو من هاد العبارة هادي نشوفو أمينة تفضل أمينة نعم أستاذة اللي فهمتو من هذه العبارة باش يكون عندنا حياة أحسن خاصنا نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة زيان نشوفوش كل عندوش إضافة نشوفو فاتيحة تفضل فاتيحة نعم أستاذة اللي فهمتو من هاد العبارة أن التواصل بالتكنولوجيا كي يسهل لنا الحياة دياننا يسهلنا الحياة دياننا جيد فتواصل بتكنولوجيا الحادثة صبح واحد مسألة اللي هي أساسية عن كل فرد في المجتمع وصبح جزء من حياتنا كي يصر لنا بزاف ديالشؤون اجتماعية والاقتصادية وما يمكنش لشي واحد فينا يتخلى عليه وخير مثال تعلم عن بعد اللي كان شوفه فاتحة وعبد الحاق كي تبعوا الدروس ديالهم معنا عن بعد ونشوفه سلمة تعود تقررنا هاد العبارة ها دي تفضل سلمة دي نتواصل بالتكنولوجيا الحديثة من أجل حياتي الأفضل من أجل حياتي أفضل والآن باش نعرفوا الخلاصة اللي خرجوا بيها من هاد النشاط هذا دي نعطيكم بعض الوقت من أجل تفكير وتعطونا جملة اللي تكون خلاصة لهاد الشي هذا دي نشوفه أمينة تفضل أمينة تعطينا شي فكرة كخلاصة لهاد الشي اللي ذكرنا نعم أمينة تفضل التواصل تكنولوجيا الحديثة يويسر الحياة جيد أمينة فعلا التواصل بالتكنولوجيا الحديثة كي يصر الحياة نعم نشوفه كذلك شكل عندو شي خلاصة تفضل خديجة التواصل بالتكنولوجيا الحديثة ضروري إعلان ضروري نعم التواصل بالتكنولوجيا الحديثة ضروري شوفوا أيضا شكل عندو شي إضافة نعم تفضل إلياس بفضل التكنولوجيا الحديثة نساير التطور فعلا كان سايرو التطور بفضل التكنولوجيا الحديثة نساير التطور إذن نشوفه كذلك عبدالحق اللي كتابعنا عن بعد نعم أعطينا عبدالحق شي خلاصة نعم أستاذ التواصل بالتكنولوجيا الحديثة مفيد بالفعل عبدالحق التواصل بالتكنولوجيا الحديثة هو مفيد إذن نطلب من الخديجة تقرأنا العبارة ديها لا تفضل خديجة التواصل بالتكنولوجيا الحديثة يسير الحياة نعم تفضل أمينة التواصل بالتكنولوجيا الحديثة ضروري جيد نشوف إلياس يقررنا العبارة اللي جاء بها تفضل إلياس بفضل التكنولوجيا الحديثة نسير التطور بفضل التكنولوجيا الحديثة نسير التطور وبقتنا الخلاصة الأخيرة اللي جاء بها عبد الحق تفضل عبد الحق قررها نعم أستاذة التواصل بالتكنولوجيا حديثة مفيد سبارك الله عليكم إذن هذه العبارات كلها جميلة ومعبرة إذن التواصل بالتكنولوجيا الحديثة ضروري يحقق التطور والارتقاء في الحياة وهذه العبارة هي التي تظهر على الشاشة التواصل بالتكنولوجيا الحديثة يحقق التطور والارتقاء في الحياة والآن تقلوا النشاط للتعليم الموالي اللي عندنا في هذه الحلقة هذه واللي هو أعبر ونبدأ بهذا السؤال اللي كي يظهر هنا على الشاشة نشوفوا فتيحة تقرأنا السؤال تفضل فتيحة نعم أستاذا ما هي الوسائل تكنولوجيا التي تستعملها في حياتك اليومية فعلا ده شنو هي وسائل تكنولوجيا اللي كنستعملها في الحياة اليومية بدينا وهنا غاد تاخدو الألواح ديالكم وكل واحد يكتب لنا الوسيلة اللي كيستعمل في الحياة دياله اليومية ده نرفعو الألواح ديالكم هاتف المحمول نعم الهاتف إلياس كتب لنا الطابلت واللي هي كنقول لنا باللوحة الإلكترونية إلياس نعم الهاتف المحمول خديشة كذلك طابلت فتيحة اللي هي كنقول لنا اللوحة إلكترونية وعبد الحق اكتب لنا الهاتف إذن نشوفو أمينة تقول لنا الوسيلة التكنولوجية اللي اكتبت لنا هي اللي كتستعمل في حياتك تفضل أمينة الوسيلة التكنولوجية اللي كنستعمل في حياتي اليومية هي الهاتف يه الهاتف مزيان إذا نشوفو سلمة تقول لنا الوسيلة اللي اكتبت تفضل سلمة أنا كنستعمل بزاف الهاتف المحمول مزيان إذا نشوفو خديجة نعم اللي كنتستعمل هنا وسيلة كنتستعملتين الهاتف والطابلت الهاتف والطابلت واللي قلنا يعني كنتسمى باللوحة الإلكترونية والآن تقلوا السؤال الموالي واللي كيظهر على الشاشة إذا نشوفوا هنا شكو يقرأ هنا نعم إلياس فضل قرأنا السؤال هل تستخدموا وسائل التواصل 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 الاجتماعي هل تستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي إذن ولكن قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا شكو يقلنا المعنى دي الوسائل التواصل الاجتماعي ده نشوفوا أمينة تفضل أمينة نعم أستاذة وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي كانت تواصل بها مع الناس وكتخدم بالإنترنت فعلا أمينة وسائل التواصل الاجتماعي هي المواقع والشبكات الإلكترونية اللي كتح تواصل بالناس وكتعرف وسائل التواصل الاجتماعي يعني أولاك تعرفوا حتى طور كبير بزاف وهذا تعرف هذا هو اللي غنشوفوه على الشاشة وغن تلبوم السلمة قرهنا تفضل سلمة وسائل التواصل الاجتماعية وسائل التواصل الاجتماعي نعم هي المواقع والشباك وشباكات إلكترونية إجتماعية تفاعلية تتيح تواصل بين الناس عن طريق الإنترنت عن طريق الإنترنت إذا رجعوا السؤال اللي كان عدنا على الشاشة واش كتستخدموا وسائل تواصل الاجتماعي ونشوفوه هنا إلياس يجاوبنا نعم تفضل إلياس واش كتستخدم وسائل تواصل الاجتماعي أنا كتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بحل الواتساب واليوتيوب مزيان إذا نشوفوه عبدالحق كذلك واش كيستعمل هاد الوسائل تفضل عبدالحق نعم أستاذة كنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بحل الواتساب واليوتيوب مزيان مزيان عبدالحق إذا كل واحد فينا كيستعمل إما وسيلة أو أكثر من وسائل تواصل الاجتماعي اللي سنتعرفوا عليها أكثر من بعد إذا الآن مروا النشاط الموالي واللي هو نشاط تعليمي أقرأ ننغنقرو النص اللي عدنا هنا عدنا وسائل تكنولوجية أصبح العالم قرية صغيرة بفضل وسائل تكنولوجيا الحديثة التي سهلت حياة الإنسان ويسرت التواصل بين الأفراد والمجتمعات لقد أصبح بمقدورنا أن نتواصل خلال ثوان معدودة وبسهولة كبيرة ومن الوسائل التكنولوجية الأكثر استعمالا الهاتف الثابت والهاتف المحمول والكمبيوتر وشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب وغيرها إذن نعود نقرأ النص نطلب من الأمينة قرأنا الفقراء الأولى تفضل أمينة الوسائل التكنولوجية جيد أصبح العالم قرية صغيرة بفضل وسائل التكنولوجية الحديثة التي سهلت حياة الإنسان ويسرت التواصل بين أفراد المجتمعات لقد أصبح بمقدورنا أن نتواصل خلال ثوان معدودة وبسهولة كبيرة معركة لك خديجة أمينة أتدر إذن تلبو من خديجة تقرأنا الفقراء الموالية تفضل خديجة ومن الوسائل التكنولوجية الأكثر 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 استعمالا الهاتف التابت والهاتف المحمول نعم والكمبيوتر والشبكات وشبكات وشبكات تواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والواتساب وغيرها نعم الفيسبوك والواتساب وغيرها الآن شوفوا إلياس يقرأنا الناس كامل فضل إلياس الوسائل التكنولوجية نعم أصبح العالم قرية صغيرة بفضل وسائل التكنولوجية الحديثة التي سهلت حياة الإنسان ويسرت التواصل بين الأفراد والمجتمعات لقد أصبح بمقدورنا أن نتواصل خلال ثوان معدودة وبسهولة كبيرة ومن الوسائل التكنولوجية الأكثر استعمالا الهاتف الثابت الهاتف الهاتف التابث والهاتف المحمول والكمبيوتر وشبكات التواصل الاجتماعية الاجتماعي الاجتماعي نعم مثل الفيسبوك والواتساب وغيرها بارك الله عليك إلياس إذن من بعد ما قرنا النص ندوزول نشاط تعليمي جديد واللي هو أفهم باش نفهمه يعني يقع الكلمات اللي صعيبة أو للعبارات اللي صعيبة عندنا في النص إذن نشوفو واش شي واحد فيكم عنده شي كلمة ما نفهماش أو لا صعيبة نعم تفضل فاتيحة نعم أستاذ ما فهمش الكلمة ديال تكنولوجيا إذن فاتيحة ما عرفتش المعنى ديال كلمة تكنولوجيا إذن شوفو إلياس واش يقدر يعطينا شي شرح لهذه الكلمات تفضل إلياس أستاذ التكنولوجيا هي كل وسائل جديدة اللي كتسهل حياتنا فعلا إلياس تكنولوجيا هي كل تقنيات والطرائق والوسائط السمعية والبصارية والمكتوبة واللي تم اكتشافها باش تيصر حياة الإنسان إذن شوفو واش باقي عندكم شي كلمة منفهوماش في النص نشوفو سلمة تفضل سلمة نعم أستاذ ما فهمش بمقدورنا بمقدورنا ما فهمتاش سلمة إذن شوفو أمينة واش تقدر تعطينا شي تعرف لهذه الكلمات تفضل أمينة نعم أستاذ بمقدورنا هي بإمكاننا فعلا أمينة كلمة بمقدورنا هي كتعني باستطاعتنا وبإمكاننا وهذه الشروحات هذه هي اللي غدهر على الشاشة هنا وغن تلبوم الأمينة تقررنا تعرف ديل تكنولوجيا نعم تفضل أمينة التكنولوجيا جميع التقنيات والطرائق والوسائط السمعية البصرية والمكتوبة والمكتوبة التي التي هم التي تم استكشافها تم اكتشافها التي التي تم اكتشافها نعم التي تم اكتشافها لتيسير حياة الإنسان جيد أمينة دل نطلبوم الفتيحات قررنا تعرف ديل بمقدورنا تفضل فتيحة نعم أستاذة بمقدورنا باستطاعتنا 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 وبإمكاننا جيد إذا من بعد ما شرحنا الكلمات الصعبة كيف ما ظهر لكم على الشاشة إذا نشوفوش كول يقولنا عليه كيتكلم هذا النص هذا إذا نشوفو النت فتيحة تفضل فتيحة نعم أستاذة النص تتكلم على الوسائل تكنولوجية الحديثة والحياة دينا اللي سهلها لنا نعم هاد الوسائل تكنولوجية يعني سهلتنا الحياة دينا إذا نشوفوش كولي عندو شيء إضافة تفضل أمينة نعم أستاذة العالم ولا قرية صغيرة ولنا كانت واصلوا بيناتنا بسرعة وخبعد على بعضياتنا بعلان أمينة تكنولوجيا يسرت لنا الحياة دينا وقربط المسافات بين الناس من خلال المكالمة الصوتية أو المكالمة بالفيديو هذا بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي اللي كتحت تواصل ومعرفة الأخبار المختلفة حول العالم والآن لاحظوا السؤال اللي هاي ظهر على الشاشة ونشوفوه خديجة تقرأنا تفضل خديجة ما هي أنواع وسائل التكنولوجيا الحديثة دينا بالفعل السؤال عندنا شنوه اللي كتعرفوها إذن نشوفوه إلياس تفضل إلياس من أنواع وسائل التكنولوجيا الحديثة بحل الهاتف التابت والهاتف المحمول جيد إلياس وهما اللي كي يظهروا على الشاشة الهاتف التابت هو هذا والهاتف المحمول هو هذا إذن نشوفوش كي قلنا الفرق بين ناتهم نعم أمينة تفضل أمينة نعم أستاذة الهاتف تيكون عندنا في الدار ولا في شي محال نعم وكي يخدم بالأسليكة نعم يعني بالأسلاك جيدة والهاتف المحمول كنت ديهم معنا في مكان هم كي يخدمش بالأسليكة فعلا أمينة الهاتف التابت هو الهاتف الأرضي وهو جهاز سلكي للاتصال السمعي أما الهاتف المحمول أو الهاتف النقال هو من وسائل التصال لاسلكية الحديثة اللي ما كنحتاجوش فيها إذن شنو هو الأكثر استعمالا وش الهاتف التابت المحمول الهاتف المحمول أو الهاتف التابت نعم نشوفو عبد الحق تفضل عبد الحق نعم أستاذ الهاتف المحمول هو اللي تستعمله النس في sieht تزد الإقبال على الهاتف المحمول بفعل التطور اللي عرفو هاد الجهاز والنضرة اللي تعدد استعمالاته والوظائف دياله الشي اللي خلى لكثير من الناس ما يمكنش يستغنوا عليه في حياتهم اليومية واش كينشي أنواع أخرى دي الوسائل التكنولوجية الحادثة؟ نعم شوفوا أمينة تفضل أمينة نعم أستاذة كالحاسوب دي المكتب وكالحاسوب اللي كان هزوا معنا فعلان وهما اللي غايظهرنا هنا على الشاشة إذن الحاسوب المكتبي كان قولوا له والحاسوب المحمول وشنا هو الحاسوب؟ شوفوا سلمة تفضل سلمة الحاسوب هو الجهاز اللي كان كتبو فيه واللي كان خدمو فيه الانترنت كان خدمو فيه الانترنت فعلان الحاسوب هو جهاز إلكتروني كيستقبل بيانات وكيعلجها وكيحفظ المعلومات وشنا رجعو لها وقتاش ما أبغينا وهالتعريف دي الحاسوب هو اللي كيظهر هنا على الشاشة إذن نشوفوا خديجة تقرننا هالتعريف تفضل خديجة الحاسوب هو جهاز إلكتروني نعم بالمعالجات لمعالجات 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 المعلومات أو البيانات نعم التي يقوم باستخدامها التي يقوم بتخزينها بتخزينها واسترجاعها والمعالجتها ومعالجتها ومعالجتها جيد إذن شوفوا شكل عنده شيء إضافة شوفوا إلياس تفضل إلياس وكين طابليت الطابليت نعم واللي هي كنسميها باللوحة إلكترونية إلياس عندك شيء معلومة على هذه اللوحة هذي تفضل اللوحة الإلكترونية هي جهاز في معلومات وشتنتحطو بيها نعم إذن كيفما كتلاحظو على الشاشة اللوحة الإلكترونية هي كتشبه الهاتف المحمول وجهاز كيسمح بالحفظ وتخزين البيانات وكنستخدموها أيضا في التواصل من خلال الإنترنت والآن نشوفو السؤال الموالي اللي كي ظهر على الشاشة ونطلبوه من العبد الحق يقرأ هنا تفضل عبد الحق نعم أستاذ ما همية وسائل ما أهمية نعم وسائل التكنولوجية تكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة 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 في تحقق في تحقيق في تحقيق التواصل بين الأفراد نعم إذن كيف هي الأهمية هذه الوسائل التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التواصل بين الناس نشوفو أمينة جاوبنا على هذا السؤال تفضل أمينة نعم أستاذ الوسائل التكنولوجيا الحديثة سهل التواصل بين الناس البعاد فعلا أمينة وسائل التكنولوجيا مكنت الناس بشي تواصلوا فيما بينهم وخاء تكون يعني المسافات بعيدة علينا جغرافيا في جميع بقاع العالم وهذا أمر عنده فوائد كثيرة في حياتنا العملية وكذلك الشخصية إذن شوفوش كلي عندو شي إضافة نعم خديجة تفضل من ناحة الهاتف اللي كانت تكلموا به صوت وصورة بلما تنقلوا دانا فعلا الوسائل حديثة بما فيها الهواتف والحواسيب والتطبيقات اللي فيها طور التواصل بين الناس وما بقيناش كان اقتصروا فقط على المكالمات الهاتفية أو للرسائل الباردية ولكن ولينا كانت واصلوا مباشرة عبر وسائل تواصل اجتماعي بشبكة الانترنت وكذلك ولينا كانت واصلوا بالبارد الالكتروني وكانت بدلوا البيانات والمعلومات بسهولة إذن شوفو شي واحد عندو شي إضافة نعم عبد الحق نعم أستاذة كانت تقسموا اللحظات جميلة مع الأهل دينا في المناسبات اللي كانت تكون زيانة بحل الأعياد وبحل بزرد دينا عبد الحق إذن فعلا وسائل تكنولوجيا الحديثة هي ممكنتنا يعني باش نتشاركوا كل المناسبات والأحداث الجميلة في الحياة دينا مع الناس اللي عزاز علينا في أي وقت وفي أي مكان وبأقل جهد ودبا نشوفو شكل يعطينا خلاصة حول كل ما تنقشناه بعد قليل في حد الجملة إذن نبدو بإلياس تفضل إلياس تواصل عبر وسائل تكنولوجيا بسرعة وبسهولة وبسرعة فعلا إلياس وهي اللي غنكتبوها على الشاشة يعني التواصل عبر وسائل تكنولوجيا كي يكون بسهولة وبسرعة نعم نشوفوش كلي عندو شي إضافة يعطينا شي خلاصة أخرى نعم نشوفو أمينة تفضل أمينة أستفيدو من وسائل تكنولوجيا الحادثة لأنها بأقل تكلفة فعلا يعني أستفيدو من وسائل تكنولوجيا الحادثة لأنها أقل تكلفة دا نشوفو شكول يضفنا شي حاجة نشوفو عبد الحق اللي كتابعنا عن بعد تفضل عبد الحق نعم أستاذ كان تواصل بوسيطة وسائل تكنولوجيا بدون جهد عام بدون جهد وفي أقل وقت نعم عبد الحق وتبان العبارة دي لعب الحق على الشاشة أتواصل بالوسائل التكنولوجية في أقل وقت وبدون جهد نعم شوفوا فتيحة اللي كتابعنا حتى عن بعد شنو الخلاصة دي لا تفضل فتيحة نعم أستاذة باستعمال الوسائل التكنولوجية أصبح العالم قرية صغيرة بالفعل فتيحة العالم ولا قرية صغيرة واللينا كان نتواصل مع الآخرين في أي مكان في العالم فوق تواجيز وبلا جهد كبير وغير تبانى العبارة والخلاصة اللي جابت فتيحة على الشاشة إذا الآن نطلب من أمينة قررنا العبارة الأولى تفضل أمينة نعم أستاذة أتواصل عبر وسائل التكنولوجية بكل سهولة وبسرعة نعم أستفيد من وسائل التكنولوجية الحديثة لأنها أقل تكلفة نعم نشوفو خديجة تكملنا العبارة الثالثة تفضل خديجة أتواصل 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 بوسائط التكنولوجية في أقل وقت بدون جهد وبدون جهد نعم باستعمال باستعمال الوسائق وتعلمناه في هذه الحلقة هذه وتعودوا وتشاهدوا هذه الحلقة هذه على قناة السادسة أو على الموقعين الإلكترونيين التي تظهروا أمامكم على الشاشة ضمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته